السلام عليكم متابعيني الأعزاء دب الشمس الذي يفتح كوزة الهند بنفسه ويأكلها ولتتعرف على هذا الدب تابع معي الفيديو ولكن قبل البدء لا تنصدقت على زر الأعجاب بالفيديو والاشتراك ليصلك كل ما هو جديد من القناة دب الشمس يعرف أيضا باسم دب الكلب نظرا لمقامته الصغيرة ولسانه الطويل للغاية وهو موجود في الغابات الاستوائية المطيرة في جنوب شرق آسيا تتواجد الدبابة الشمسية من مستوى قريب من سطح البحر الارتفاع يزيد عن 1200 متر ولكن يبدو أنها أكثر شيوعا فيها الغابات منخفضة الارتفاع فهي متسلقة ممتازة في حصاد الفاكهة وتنام أحيانا في عش الشجرة أو على الأخصان الكبيرة هذا هو أصغر الدبابة يبل طول البالغين حوالي من 120 إلى 150 سنتيمتر ويزن 25 إلى 65 كيلو جرام الزكور أكبر بالنسبة 10 إلى 20% من الإناث كد يعيش إلى 30 عاما في يد الخبراء ولكن غير معروف أمره في يال برية إنه بني بشكل ممتلئ مخالب كبيرة ومخالب منحنية بقوة وزان صغيرة مستديرة الفراء بشكل عام أسود فاحم ولكن يمكن أن يختلف من الرماضي إلى الأحمر يأتي الإسم الشائع من الهلال الأصفر الذي يظهر على صدره والذي يعتقد الكثير من الناس أنه يشبه شروق الشمس أو غروبها تعتبر دبابة الشمس من الحيوانات آكلة اللحوم وتتغذى على مجموعة متنوعة من العناصر مثل النمل والنحل والخنافس والعسل والنمل الأبيض والمواد النباتية مثل البزور وأنواع عديدة من الفاكهة قد تأكل الفقريات مثل طيور والغزلان والبيض والزواحف من حين لآخر يتغذون في الغالب في الليل يمزج دب الشمس الأشجار المجوفة بمخالبها الطويلة الحدة وأسنانها بحثا عن النحل البري والعسل كما أنهم يقصرون أقوام النمل الأبيض ويمتصونا بسرعة ممسكين بقطع من الكوم المكسورة بمخالبهم الأمامية يأكلين التين بكميات كبيرة وتساعد الفقوق والأسنان القوية هذا الدب على فتح غوزة الهند لا يعرف سوى القليل عن السلوك أو البنية الاجتماعية لدبابة الشمس باستثناء الإناث مع صغرها تظهر الدبابة عادة في حالة انفراضية قط يتكمعون للتغذية وقطع الأشجار المثمرة الكبيرة ولكن يبدو أن هذا السلوك نادر الحدوث ومن هنا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الآجاب بالفيديو والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصد لك كل ما هو جديد من القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر